تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة انطلقت بمراكش أشغال المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية للنساء القاضيات بمشاركة أزياد من 1200 قاضية من مختلف بلدان العالم ويتناول هذا المؤتمر المنظم إلى غاية الرابع عشر من مايا الجاري موضوع القاضيات إنجازات وتحديات لدينا حوالي 1200 مرأة قاضية التقين هنا من أجل التباحث حول مسائل النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والولوج إلى العدالة وتقاسم الممارسات الفضلة في ميدان العدالة بين المغرب وبقية العالم ومن جهته وبالمناسبة أكد وزير العدل عبدالطيف وهبي في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة أن موضوع تمكين المرأة في كافة المجالات وخاصة في ميدان العدالة يتبوأ الصدارة ضمن الأوراش الكبرى المفتوحة التي باشرتها المملكة أما الوكيل العام للمالك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة الحسن الداكي فأكد من جانبه أن تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي يواجهها المغرب اليوم هناك ألف مرأة قاضية وتحتل جميع المراتب رئيسة محاكم عضوات في المجلس العالم للسلطة الخضائية وكيلات الملك فنحن معتزين بدسولنا الجديد الذي مكن المرأة من الوصول إلى هذه المراتب هذا ويتناول المؤتمر أيضا محاور تشمل الاحتفال بالنجاح والتمكين للنساء القاضيات والجمعية الدولية للنساء القاضيات كما يعد مناسبة سانحة لمناقشة مواضع تتعلق بعدالة أكثر شمولا والمحاكم التي تعتمد فهم تأثير الصدمة والعنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة إلى الاتجار بالبشر والهجرة والتنوع القضائي ومستجدات العدالة الجنائية